محكمة جناية القاهرة قررت النهاردة إدراج 161 شخص بينهم 21 امرأة على قوائم الكينات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائد كينات إرهابية المحكمة أكدت أن الحكم جاء بسبب يقينها من تحركات جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونيو لإشاعة الفوضى وممارسة أعمال العنف في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات الموطنين بهدف إسقاط الدولة بحسب قرار المحكمة تم تكليف لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب